هم متتبعين الكرام من فقرتنا ديالنا صائح ووصلنا الفقرة جديدة وهي فقرة كيفية تعامل المرأة الحامل مع أعراض الحمل ولي غادي شوفوها مرة أخرى مع الكون سيغ ديالنا ليلة ليلة مرحبا بك معنا مرة أخرى شكرا زينة بربي خليك اليوم الموضوع اللي غادي نحضره فيه هو موضوع مختلف كما قلتي لي هو التعامل مع مشاكل الحمل الحامل كما كان عرفه كتواجه مجموعة من المشاكل والأعراض خيلة فترة الحمل هنا بدورنا غادي نحاولون نعطيه بمجموعة من نصائح لحواملين ليلة بيش يتعاملوا مع هاد المشاكل وما تغطرش على صحة ديالهم وصحة الجنين ديالهم بالنسبة لصخفة اللي كتشد الحامل في الصباح وكام صحو السيدة تاخد وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم وتجنب الأطعمة اللي كتكون فيها العطرية بزاف وما تخليش المعيدة ديالها خاوية يعني باش تقيفي تدك صخفة اللي كتكون في الصباح يعني حتى تكون تغذية متكاملة ومتوازنة أي وما تحاولش تبقى بحلي صايمة يعني ما تخليش المعيدة ديالها خاوية بالنسبة للعياء أنا العياء هو أمر طبيعي بطبيعة الحال كيكون في فترة الحمل ولكن كان صحوها بأنها يعني تحاول تريح راسها ما تديرش شقة بزاف يعني ما تحاولش تعييها راسها بزاف وتنعس مزيان وبشكل كافي تاخد الوقت الكافي من الراحة ديالها تماما بالنسبة هنا إلى كانوا السيدة كيردوها كيدروا هركبها فممكن الناشط البدني والقيام ببعض الرياضات الملائمة لصحة الحامل كيف قللش فينا ضرورية ممارسة الرياضة مع الأخت سوكينا سابقا ممكن هاد الرياضة سهدو كما قلتي أنها يعني تقلل من هاد المشكلة عادي فعلا بالنسبة لإمساك هنا يفا كمصحو الحامل تشرب كميات كبيرة من السوائل وتاخد الخضروات والفواكه والحبوب الغنية بالألياف الغدائية باش تفادها هاد المشكلة ديال الإمساك كينا واحد المشكلة الأخرى كست قدرت عني منها الحامل اللي هي الدوالي هنا الحامل خاصها تجنب تلبس ذلك الملابس الطيقة بالإضافة إلا أنها تجنب توقف ولا تقلس المدة طويلة يعني دائما خاصت كنت تلبس لباس فطفات فطفات تماما كينا عاود واحد المشكلة الأخر هو الكآبة هناك يكون بضروري هناك يكون ذلك التغييرات الهرمونية ذلك الشي باش كيولي عند الأم واحد اكتئاب هناك لا تفاقب الوضع ديالها ممكن نزور يعني يطبيب نفسي مشكلة أخر اللي ممكن تعاني منه هو الحرقة ديال المعيدة أولا نخاص المرأة الحامل بالنسبة لها المشكلة تأخذ واجبات متعددة وصغيرة طيلة النهار وتجنب تاكل الأطعمة اللي حارة وحامضة والدهنيات كل إضافة لنهار الدهنيات هي اللي تسبب غالبا في الحرقة أو المواد الحارة يعني المأكلات اللي فيها الحار اللي كتشفر على الحار وعلى باش تجنب دك المشكلة ديال الحرقة ديال المعيدة كان مشكلة آخر اللي هو نزيف اللتا نخصها الحامل ضروري تلتازم تنظيف الأسنان ديالها ولكن المشكل استمر ديال النزيف ترجع طبيب ديالها استشارات الطبيب ديالها ضروري استشارات الطبيب هنا كينحتي بس سوائل أيضا ممكن تعاني منه الحامل تنصح الحامل هنا باش يعني تنعس على الجهة اليسرى باش تكون نعس حيث الوضعية هذي كتزيد متضفق الدم ديال القلب وبالتالي الاحتباس ديال السوائل ما ما كيكونش كتير بالنسبة لمرأة الحامل هناك ممكن أيضا تعاني من تغييرات جلدية هنا الحامل كتعرض لتغييرات جلدية ممكن تختافي بعد انتهاء الحرم من هاداك الخطط الحمراء وممكن تعاني أيضا من الجفاف ودك الحقا هنا ممكن تستعمل يعني مستحضة راس الطبيب باش تعالج هاد المشكلة هذي او زيارة الطبيب ديالها باش تشوحتها الي كان شي حاجة الي هي لاني ضروري بهاد الحالة غصال زيارة الطبيب بسفا عامل ضروري وكيكون حسدك اللون ديال وجه ديالها او اسفل الصورة كيتغير من اللون التاكن احنا ممكن يعني تاخد عطاني شي مستحضر طيب باش تعالجها لمشكلة عادية ومتمنى نكون فتل امه هاس ديالنا ويكون موضوع شيق ليكم ومنهاركم برك شكرا تنشكرك ليلى على هذه النصائح اللي اعطيتنا مرة اخرى وكانت مننا ويكونوا الامه هاس استفدوا معنا عام تاني وكانوا يكونوا خدوا شوية النصائح لتقدر تفيدهم في صحتهم وفي صحت الجانين ديالهم كنشكرك ليلى مرة اخرى